ويناورني في برنامج سبوتلايت النجمة الجميلة نورهان أهلا بيكي منورة شكرا أنت اللي منورة شريك النهار ده بقى فيه اختلاف إحنا مش بنتكلم بقى نورهان الممثلة إحنا النهار ده بنتكلم المسؤول عن المسرح وعن مصرحات وانيس ده حقيق شميعنا مصرحات وانيس؟ والله أنا اشتغلت بروجيكت مانيجر لبروجيكت كتير لها علاقة بالدراما المسرحية للأطفال والمصرح المدرسي تحديدا لأنه أغلبها كانت باللغة الإنجليزية نظرا لأني اتخصصي في المدارس الدولية وعملت مصرحية واحدة أو اتنين بالعربي وبعدين عزمت الأستاذ صبحي في مرة على المصرحية من المصرحيات اللي بالإنجليش وحبها جدا وأعجب الولاد جدا وتبهر بيهم وبعدين قال لي نورهان اللي يعمل الإنجليش يعمل العربي فأنا الأول تخوفت شوية وبعدين قلت له حاضر يا أستاذ وقلت لو هعمل حاجة يبقى عمل حاجة من الحاجات اللي أنا بحبها ومتربي عليها وجوه وجداني وجدان كل جيلي والجيل اللي قابلي واللي بعدي وانيس مافيش أحلى من كده كلنا بنحبه وقد إيه هو نموذج مختلف والولاد في السن ده وفي الجيل اللي إحنا فيه ده ما شافوش في الدراما لا العربية ولا الأجنبية نموذج للأب اللي هو ايدياليستيك ومثالي وفي نفس الوقت ده مخفيف وبيهزر وبيتحب واما بيغلد بيقول أنا غلط هو وماما مايسة يعني هما الاتنين بالضبط المسرحية هي هي اللي قدمها أستاذ صبحي؟ إلى حد كبير هو احنا عملنا كانت تحت إشرافه يعني أنا أخدت من النص الأصلي هو اداني الكتاب اللي فيه النص الأصلي وقال لي اعملي فيه تعديلات معينة وأنا مشيت على الديركشنز بتاعته والآخر النسيجة الحمد لله تلعت جبارة لما جي بقى وشافها فقال لي لأ لأ دي لازم نيجي نعرضها نيجي بقى في مكاننا واني سيمكن من الحاجات اللي هي قاقة تقدمت في التسعينات بس هي لسه شبحنا في حاجات كتير في طريقة الكلام وفي المواقف هل في مواقف مثلا غيرتيها شوية عشان بقى فيه تكنولوجي بقى فيه حاجات مختلفة في تربية الأطفال؟ والله احترت في ده شوية في الأول وكنت مترددة ما بين أن أخليها وبين أن أحتفظ بالنستالزيا اللي فيها وبعدين استشارت الأستاذ وهو كان رأيه أن هي من الحلاوة اللي فيها أن احنا نحتفظ بزمنها واكتشفت أنه ده كان مصدر برضو ضحك وهزار كتير قوي بيني وبين الولاد يعني لحد النهاردة أو مبارح حتى لما جبت التريفون الأسود الصغير اللي بيلف بالقرس ده مش عارفين يستخدموه عاديم مش فاهمين ممكن يكون بيستخدم ازاي وكان في بداية المفروض الأحداث بتحصل في بداية ظهور الموبايلات فده كان دايماً سبب في إفهات بتحصل ما بيننا ولاقيت أنه الطابق بالنسبة لهم ما كانش بعيد ولا ممل ولا بالعكس ده كان مهم جداً وحبين يتعرفون حصل إيه في الفترة دي طب الناس كانوا يتعاملون طب أول ما ظهر الموبايل كان إيه طب لبسوم كان عامل إزاي فحسيت أنه كان عنده حق هو كان عنده حق كمان ان ده خلاني جواتي وانا قاعدة معاك يا أفتكر طب ما احنا ما كنتم ناخد حاجات شارلز ديكنز وحاجات شاك سبير ما هي كانت هاملت والحاجات ما كانت قديمة صحيح بس احنا ما كنتم نيجي نذكرها قوي يعني كان فيه كتب 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 الأولد إنجليش وتتنقل لنا بالإنجليش العادي بالظبط طب الناس كانت تقدمها على مصرح المدارس زي ما كانت بتتعامل زمان طبعاً هي احنا دائما شايفين ايه ده طب احنا ليه ما نعملهاش مودرنايزنج زي ما انت بتقولي ونغيرها لا وازكر كمان ان فيتا جروبة لجريت أكسبكتشنز اتعملت مودرنايز بجوينث بالتشو مش فاكرة مين كان قدامها وروبر دي نيرو وحسيت انها فقدت كتير من فقدت من روحة من الكاريزمة اللي فيها فقدت من روحة انتي عاملة حاجة مهمة جداً جداً انتي يعني مركزة على السن الصغير نحنا بنقول دائماً ابن الفن أو المزيكة دي بت يعني في وجدان كل طفل دي ممكن تخليكي تطلعي بني أدم السوي صحيح انتي مركزة مع عمار ايه اللي بتبتول لهم ايه لا زاكروا كذا بعدين بيزاكروا فن ازاي يعني باتي لو انا عندي طفل يمفودي يزاكر فن هل مفودي يتفرج على عمال ولا يقرأ روايات ولا يعمل ايه بالزبط بسي هو الموضوع اللي اكتر من شقة اول حاجة انا بشتغل على السن اللي هو من اول جريد ثري اللي هو حوالي عشر سنين او حد عشر سنة لحد سنوي في مرحلة بتكون صعبة شوال هي مرحلة المراهقة بيكون فيها الان دايريكت سبيتش او ان انتي تتكلمي معهم بالطريقة غير مباشرة عن طريق الفن وعن طريق الدراما توصل لهم المعلومة دا افضل بكتير لان هما بيبقوا رفضين التوجيه المباشر تماما فالدراما بتلاقي رواق جدا جدا مع السن دا خاصة ان هم بيكونوا حابين فكرة البريتندينج انك تبقى تتظهر انك شخص تاني ومش بركز خالص عفكرة انه يذاكر لا يذاكر كلام ولا حوار ولا يذاكر بانه يتفرج الاول بنبقى ندرس شوية نقد شوية كريتسيزم مشان نفهم بس ازاي نربي الزوء شوية بعد كده افوا نعتك سأعتقد برضه ما انا لسه هقولك بقى بعد كده بنركز على المهارات المهارات اللي الواحد بيتعلمها من التمثيل زي البادي لانجودش بتاعتك وانت بتتكلم مع حد عشان تكون مقنع وبرسيويسيز بالنسباله عايز تقنعه بحاجة لو اشتغلت في السيلز في المستقبل لو اشتغلت في حتة وعايز تقنع مديرك بحاجة ثقة في النفس وجراء ان يقف على مسرح ويتحرك دي حتى زي ما احنا بنقول للوقت لو ما اشتغلش فنان هي هتغير في شخصيته ميج يكبر في اعمال تانية بالزبط هتفيده في مستقبله زي زي يتحكم في تون صوته زي ما قلتي الفرناتكس والارتكليشن والبرونونسيشن وخارج الالفاظ دي برضه بتساعد في شغل كتير قوي في مجالات كتيرة وبتساعد البني ادم انه يكون فيه تواصل بينه وبين اللي حواليه ثقة بالنفس لانه اغلب الولاد حتى الطلبة اللي هم متميزين جدا فكريا وعلميا بتلاقي دايما عندهم ضعف في السوشيل والإيموشن السكيلز لانه طول الوقت يقام قدام الكمبيوتر يقام بيزاكر يقام والموبايلات دلوقتي كل العيال على الموبايلات محدش مهتم بانه هو يسوشيلايز ولا يخرج خروج عائلية ولا يخرج مع صحابه يعملوا حاجة مختلفة كله مسك الموبايل والتابلت خلاص فالدراما انا ضبعا بنقضي ساعات طويلة جدا بيتعلموا منها ازاي يتواصلوا مع بعض ازاي فكرة التيم ويرك ان كلنا بنكمل بعض ازاي ان احنا المهارات الخاصة بالتمثيل وبالفن زي ما قلتلك بناخد تدريبات فوكل حتى للممثلين علشان يعرفوا صدي يستغلوا صوتهم بالطريقة المعينة اللي تساعدهم على اقناع الآخر كان ان هما يجيجوا يعرضوا في مسرح استاذ محمد صبح وفي مدينة صنبل هي بودة وطابر بعيدة شوية وهما اطفال ان انتوا بقى تيجوا النقلة دي وهما كانوا يمكن بيعرضوا دايما في مدرسة عندهم بقى حاسوا بقى ان هما ستارس بقى نجوم بقى دلوقتي مش قادرة اقولك على ردود افعالهم انبارحة وهما داخلين من الباب ومبهورين بالمكان ومسكين وبالاوط عملية يصوروا مجزولين وفرحانين وعارفين قد ايه قيمة الموضوع وكلهم ذكروا تاريخ الاستاذ قبل ما ييجوا يعني اول ما ييطلع يستقبلهم اللي قاعد يكلموا عن الجوكر واللي قاعد يكلموا عن الهمجي واللي قاعد يكلموا عن تخاريف وانا استغربت وقتلهم وانتوا اتفرجتوا على الحاجات دي امتى بعد بقى ما جالنا المرة اللي فاتت الاستاذ فابتدوا يتفرجوا على الحاجة تدامر سورش يشوفوا العمال والغريب انهم حبوا وحبوا الشغل مع انه قديم يعني حبوا الشغل جدا للأستاذ اثر به في جيلنا وفي الاجيال اللي قبل كده وفي اللي موجودين دلوقتي اثر فيهم جدا وبقوا بيناقشوه فيه فانا مبسطة جدا انه هما اتربى عندهم السنس او الزوء بتاع الزوء العام بتاع تزوق الفن الاعمار من اللي فعل مسرح نهاردة في وانيس من 11 ل18 كان استاذ صبحي بيقولي العام الوانيس انا مش مساد قالي نعم متفرج ع نفسي انا يجب ان بشوفه هو هل انتي كنت يعيزاهم يبقوا مثلا متقمسين شخصيا ما يسأ وانيس ولا يقولوها لا اطلاقا اطلاقا انا كنت ضد الفكرة دي تماما وبرضو فكرت ان انا استشيري الاستاذ وهو ايدني جدا قالي لا طبعا هو مش استنساف هي الشخصية بطبعها وبسمات الشخصية باي طريقة ممكن يقديها المهم ان احنا نوصل المضمون منها نورهاد انتي طبعا نورتيني كتير في عدد من البرامج بس انتي النهاردة قبل ما نبدأ ما تقولي يا رب وستور يا رب وستور انتي قاعدة خايفة على الولاد قبل ما يطلعوا على المسرح انا في حياتي اما شفتك دايما وانتي انتي كنورهاد بتشتغلي عمرت ما كان عندك الرهبة دي او الشغل ده ده خوف على الولاد اه انا بحبهم جدا وبحس انهم كلهم ولادي وربنا عوضني بيهم انا عندي ولد واحد انتي عارفة انا كنيس خلي بستة عيال بس حسيت انه ربنا عوضني باني اشتغلت في المجال ده وحسيت انه هو جعل من حظي اني اشتغل في حاجة بتجمع بين اكتر حكيم بحبهم في حياتي الفن والاطفال فانا بحبهم بشكل استثنائي وبحس ان انا حاسك متوترها اكتر منهم انا متوترها اكتر منهم وخايف عليهم وعايزاهم يفرحهم ودايما دعوتي يوم العرض ان يا رب فرح قلوبهم السغمانة كلهم تجربة جميلة وحلوة وان انتوا تستثمروا في الاطفال وانا دايما بنقول المدارس لازم يكون فيها قطنة مزيكة فيها المسرح ان دي بتغير في شخصية الطفل وبتساعد حكي كتير في النشأ بتاعته واني مجهود كبير جدا 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 ممكن ان كنت تشتغلي حاجات تانية تجيبلك فلوس اكتر بكتير وانتي دورتي عندي تعملي حاجة تعمل فرق ما عنديش قزمة خالص في موضوع الاختيارات اللي بتجيب فلوس كتير خالص لما الامر يكون متعلق بحاجة هي هتبقى لها أثر بعد انا مبقى مش موجودة زي اللاجة كده بتاعت الاستاذة بعد الشر عليك نورهان ليه مؤخرا نكون شوية ايه نورهان اتحجبت واعتذرت بعد انت تلاعي تقولي ايه معنى موجودة هنا ولا تحجبت ولا تزدت ايه اللخبات اللي عملت تحصلت شوفي انا اخر عمل لياك كان مسالسة الجروب الموميز عشرين تلاتة وعشرين وبعدين بعد ما عملتوا تلاتة عمرة فكل نزلت صوري طبعا انا يعني مبسوطة جدا حاجة حصلت لصيفة في بيت ربيت زيديو فرحانة مبسوطة نزلت الصور حصل كده حصلت انه يعني هي برضو السوشيال ميديا اصبحت الى حد كبير وحش مفترس في حياتنا فانا يعني بجد خلقت النفسي اتموسفير انه انا ما بقاش في مكان في جماغي ان انا اقلق او افكر اني ارد فعلا انا عندي حاجات فيه بريوريتيز اكبر بالنسبالي يعني انه تيجي بنت صغيرة وتبقى بتعاية شنفستانها مش معدول او عشان جملتها هتتاخد ده منسبالي اهم ده اهم بكثير صح نورهان دايما نورهان الحاجة متولي الحاجة متولي النجاح كبير وبقاله سنين ومعلم مع الناس نورهان الحاجة متولي دي حاجة بتبسطك ولا دي حاجة بتزعالك ان انتي عملت عمل كتير برضو حلوة قوي بتبسطني جدا وبعتبرها بصمة مهمة وبعتبر نفسي محظوظة منها فيها يعني ولكن بحس ان الاعمال التانية اتظلمت وبحس ان هي متشافتش كويس مخدتش حقها من العرض ولكن ربنا عوضني فهو اللي هو شايفه صح هي تشافت وحققت نجاح بس هو الحاجة متولي كان الله يرحمه أستاذنا كبير نور الشريف وانتو كلكم مع بعض وبعدين طبعا انتي عارفة الحلم يعني انا معايا لأمر حلم عمر كتير ربنا يسعيديك يا رب شكرا في حاجة بجاية بتجهيزيها بتعمليها انا مركزة اكتر دلوقتي في الاكتين كوشنج مركزة اكتر دلوقتي في الكوشنج وفي فكرة ان انا اخلق الدراما من الجيل الجديد وان انا اباس بقى الناولدج اللي ربنا اديها لي ومعايا فريق عظيم الحمد لله محظوظة بي جدا اكتين كوشنج برضو وكوريوجرافر وفوكل ترينر وبنعمل عمل متكامل بيضم كل فنون المسرح بحيث ان الطفل يخرج من تحت ادينا فهم كل حاجة عن حاجة اسمها بفورمينج اردس يدر اشتغل اي حاجة ليعدوا بالمسرح بالمسرح وغير المسرح يبقى عنده ثقة بنفسه يبقى عنده اطلاع ان هو بيقرأ ويشوف روايات مختلفة ويشوف كما احنا بنقول الولد انجليش ويشوف اعمالنا المصرية الاصيلة يعني حاجة كده ما تروحي تعملي حاجة لستاذ صبحي وانيس واعتقد عملتي برضو حاجات تانية كتير عربي وعملتها لهم حتى باللغة الانجليزية ده استثمار كبير جدا بشكورك بجد على المجهود ده نورهان الامر وهو السلة الشطرة الجميلة مدرسة بقى ايه التمثيل كمان الجمدى عوي احنا عن رعتي المسرح وانا تفرق نورتينه شكرا جدا شكرا مستيس ريم